شيخي عندي لكي عندي لكي طالر نعم تفضل طالر ما أرجوه منك هو اللي تدعى قناتك تقنطرة لكم ريري بعض الكلمات نادية مثل الأخ المغربي المدع المغربي اقبل يسبب ملك محمد السادس هذا هو أرجوه أن لا يكون لماذا أخي محمد لماذا لماذا تدافع عن محمد السادس لأنه من أهل البيت إن شاء الله يصحح لك سماحة الشيخ هذا الفهم الخاطئ إن شاء الله سماحة الشيخ الآن يجاوبكم أخي محمد على هذا اللبس الذي لديك بارك حياكم الله شكرا على الاتصال أخي محمد أهلا وسهلا حياكم الله تفضل سماحة الشيخ يعني أرجو من الأخ الكريم محمد خضاري من المغرب أن يلتفت إلى مسألة مهمة أننا نحن لا نعد من ينتسب إلى أهل البيت عليه السلام بالنسب فقط دون العمل لا نعده ممن يستحق الاحترام وممن يصح أن يوسم بهذا الوسم الشريف وهو وسم أهل البيت لقد جاء عن نبينا وأهل البيت الطاهرين أترته الطاهرة صلوات الله عليهم أحاديث كثيرة مضمونها أن المطيع لله عز وجل منا أهل البيت والعاصي لله عز وجل ليس منا أهل البيت وإن كان محمديا علويا فاطميا مضمون هذا المضمون متكثر في الأحاديث عن النبي وعن عترته الطاهرة صلوات الله عليه فلا يجوز إذا ما رأينا رجلا ينتسب إلى بني هاشم ينتسب إلى محمد وعلي وفاطمة عليهم السلام مجرد نسب لكن أفعاله أفعال مخالفة لمنهج محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليه لا يجوز أن ننسبه إلى أهل البيت عليهم السلام هكذا جزافا ونحترمه ونقدره فضلا عن أن نقدسه الملوك والحكام الذين ابتليت بهم أمتنا اليوم ظلم كلهم ظالمون كلهم فساق كلهم فجار تأن تأن منهم الشعوب فلا ينفعهم أنهم ينتسبون إلى أهل البيت عليهم السلام نسبا لا ينفعني أن يأتيني محمد السادس أو قبله الحسن الثاني أو قبله أو قبله أو يأتيني ملك الأردن مثلا كذلك لأنه ينتسب إلى أهل البيت هذا عبدالله الثاني مثلا أو غيرهم من الجائرين من الظالمين لا ينفعنا أنهم يجورون ويظلمون ثم يريدون منا أن نحترمهم بحجة أنهم ينتسبون إلى أهل البيت نقول لهم قفوا نحن نحترمكم لو كنتم عادلين لو كنتم صالحين أما تأن منكم الشعوب وأنتم تظلمون وتجورون وتفسقون وتفجرون عملكم مخالف لما كان عليه محمد صلى الله عليه وآل محمد الأطهار عليهم السلام فلا ينفعكم ذلك ولستم أهلا للاحترام ملك المغرب الحالي هو من هؤلاء وانظروا الشعب المغربي كيف يئن من هذا الملك هذا الملك الفاسق الفاجر المعروف فسقه المعروف فجوره المعروف تلذذه بالشهوات المعروف عنه اكتنازه لأموال وثروات هذا الشعب المنكوب في حين أن قطاعات عريضة من هذا الشعب تحت مستوى الفقر مع كون الشعب المغربي للإنصاف من الشعوب التي حباها الله عز وجل برجاحة في العقل وكذلك بسلامة في الخلق الشعب المغربي عموما شعب متعلم ومثقف فلماذا يكون هذا حاله لماذا ما أدري إذا سمعتم أيها الإخوة قبل فترة حادثة مروعة وقعت في المغرب وهو إنسان مسكين مغربي كان يبيع الأسماك بشكل غير قانوني لماذا لأنهم يمنعون يعني الصيد على أساس المحافظة على الثروة السمكية وهذا المسكين لا يكاد يجد شيء أن يطعم به أطفاله فهذه مهنته يذهب يصطاد ويفرش هكذا على قارعة الطريق بسطة يعرض بها أسماكه لمن يشتري أملا فقط بأن يوفر الخبز لأطفاله جاءت سيارة من هذه السيارات التي تحمل النفايات إلى ما هنالك ورأت هذا الأمر فقالت أنت تخالف القانون فصادرت منه كل هذه الأسماك ورمتها في حاوية النفايات الآلية في هذه السيارة الرجل المسكين لأن هذا رأس ماله رأى ذلك حراما أن يأخذ منه رأس ماله هكذا أنه سيرجع إلى بيته لا يطعم أطفاله والفقر يدفع الإنسان أحيانا إلى الجنون مصيب الفقر يدفع الإنسان إلى الجنون رمى بنفسه في الحاوية هو رمى بنفسه في الحاوية أملا في أن يستنقذ هذه الأسماك والمشهد كله مصور من خلال الأجهزة أجهزة الهاتف الناس صوروا والناس المتجمهرين الذين أكانوا هناك جاء شرطي جاء شرطي وأمر بتشغيل الحاوية فطحنت الحاوية الأسماك وصاحبها ومات في نفس اللحظة حادثة مروعة والله تهز الإنسان الله أكبر كيف عدمت المشاعر في نفوس هؤلاء يعني هذا هؤلاء الآن الذين هم يفترضوا يفترض أنهم موظفون لدى الدولة لهذه الدرجة تنعدم فيهم المشاعر الإنسانية فيطحنون إنسانا كان يكد على عياله هكذا يقتلونه ما الذي ألجأ هذا الإنسان المواطن المغربي لأن يعمل هكذا إنه الفقر وأمير المؤمنين عليه عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع أنت ترى الملك يعيش نعمة موفورة بين قصوره وبين جواريه وبين سياراته الفخمة وما أدري له يخت وله ما أدري يذهب للسفر إلى أوروبا وإلى بلدان الدنيا ويعيش عيشة لا مثيل لها في قبال هذه النعمة الموفورة حقوق مضيعة للملايين من البشر مثل هذا الإنسان مثل هذا الحاكم الظالم لا يستحق احتراما منه ولا يمكن أن يعفى من أي دان أو ينال منه بحجة أنه ينتسب نسبا لأهل البيت وما قيمة النسب إن لم يوافقه العمل فليكن هذا إن شاء الله معلوما لجميع الإخوة المهتدين فإنه ليس في دين الله عز وجل هوادة نحن نجل من أهل البيت نسبا الصالحين فقط أما الطالحين فلا كرامة لهم لا احترام لهم ابن الإمام الصادق ابنه عبد الله ابن جعفر ابن محمد ابن الإمام الصادق عليه السلام الشهير بعبد الله الأفطح ليس محترما عندنا ليس جليلا نذمه نلعنه لماذا لأنه كان من الطالحين وإمتنا عليه السلام علمونا هذا الصادق نفسه عليه السلام هو من علمنا هذا قال هذا ابني لا تحترمونه هذا ابني ليس أهلا للاحترام وهكذا نحن نجل مثلا نبي نوح عليه السلام لكن لا نجل ابنه ابن نوح كان كافرا فكذلك أبناء وسلالة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله فيهم الصالحون وفيهم الطالحون نحن لسنا كالبكرية نقدس الجميع البكرية يقدسون الجميع يحترمون الجميع أصحاب النبي أصحاب النبي كلهم عدول كلهم صالحون كلهم مقدسون نحن نميز لا منهجنا منهج التمييز بين الصالح والطالح سواء كان صحابيا على تعبيرهم تابعيا كان أو حتى لو كان من الذرية من الذرية النبوية نميز بين هذه الذرية وإلا حينئذ ندخل في الإجلال والتعظيم الفساق والفجر والظلم بل حتى الكفر والمنافقين ندخلهم كلهم في الإجلال والتعظيم لمجرد أنهم ينتسبون نسبا للذرية النبوية هذا معناه تحويل ديننا إلى دين عائلي دين أسري فقط من يكون منتسبا لهذه الأسرة يقدس ويحترم حتى وإن كان ظالما فاسقا فاجرا منافقا أيا كان يحترم ومن لا يكون منتسبا فهو ماذا تجري عليه الأحكام بتفاصيلها ودقياتها كلا يا أخي كلا أبدا لا فرق بين مسلم ومسلم من هذه الجهة بل الفرق كل الفرق بين المسلم والمسلم بأي شيء بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم